جمهور مهرجان وجد السينمائي يتابع فيلم نوح لا يعرف العوم لمخرجه ومنتجه رشيد الوالي الفيلم ينقل أحداث أشبه برحلة للطفل المعقد عقيل يعيش مع والده نوح في قرية نائية في خمسينيات القرن الماضي وتتوالى الأحداث في يهربان من القرية بحثا عن أفاق أكثر رحبة المساركة هذه المساركة الثانية والثالثة في أعمال رشيد الوالي بعدما ساركت معه في ميما ساركت معه في هذا الشريط الجديد اللي هو نوح لا يعرفه العوم دوره هو دور واحد البرح اللي يبرح في هذه القبيلة كي نقل أخبار ديال المخزن للمواطنين ديال القبيلة وفي نفس الوقت قراب ديال لأنه دير الدبل فونكسيون فمشاركتي مع رشيد كد تمتاز بالتعامل مع مخريج يعرفوني وأعرفهم مخريج اللي ما كتحش براسك كدام مخريج بل كتشوف راسك كدام صديق نوح لا يعرف العوم تاني فيلم يخرجه رشيد الوالي حاز مؤخرا على جائزة أحسن موسيقى في المهرجان الوطني بطنجة ويحمل رسالة إنسانية تتمحور أساسا حول الإعاقة ويتميز بقصة مستوحاة من صميم الواقع تعكس أبعاد إنسانية واجتماعية تمت معالجتها في قالب فني اشتركوا في القناة